احنا هنتكلم في كذا حاجة فعايزك تركزي يعني هنتكلم في بدأنا ازاي وهنعمل ايه فتركزي كده معنا هنتكلم على المسلسل الجديد وعلى الحاجات دي وعايزين نتكلم على مثلا فيلم عالمي انت دخلها حاجة كده ايه؟ نتكلم على فيلم عالمي انت دخلها تلميع كده يعني تلميع نقلف يعني؟ اه مش نقلف يعني نتفق احنا دلوقتي قبل التصوير كده على حاجة خلاص وبعدين تلميع يعني يعني غدا دخل فيلم عالمي حاجات كده وبتاع وانا ممكن نبقى بعد كده نكذب لو تحب اوكي اه وانت اعلى اجر صح؟ ايه؟ انت اعلى اجر في الممثلين هنقول كده ربنا يسمع منك يا رب لا هنقول ده ورده هنجذب يعني بس انا قصدين ده بيزبط بيلمع يعني الكلام ده بيلمع ايه؟ ان فيه فيلم عالمي ان فيه حد ممثل طلب يمثل مع غدا عادل دي تبقى لطيفة مش وحشة ايه مثل نقول اام دمت الطوم كروز volumesحي ماشي there we were ماشي اوكي خلاص توم كروز يلا بص احنا نبدأ وانت ابتدي وانا هقولها بالطور طيب ماشي البطكة اطني وش عندك يالجول بيبة اهلا بيكم مشاهدينا في برنامجنا وبرنامجكم وجهة نظر دفيطنا النهاردة هي الفنانة الجميلة الشابة غد عادل اهلا بيك يا غدا كل سنة انت طيبة هل المجدي الهواري هو اللي صنع غدا عدل؟ طبعا يعني هو يعتبر اساسا هو اللي دخلني المجال ده يعني دايما كل انسان بقى رغبته انه يمثل لو قولك ان دي رغبة مجدي قبل ما يتكون رغبته وهو ساعدني وسندني والغاية لما يعني زرع جواي حب الشغل والفن فيه وجهة نظر بتقول ان انت بترفض تشتغلي مع الناس تانية خلاص بسبب الغرور انا ابعد واحدة ممكن اتهم بالغرور يعني العمل ما اسمعت ان انا تعالي مثلا والله لو انا متعالي احاول ازبط من نفسي بس انا يعني اعوذ بالله يعني ده اعتراف يعني بايه بانك متعالية شوية في شوية تعالي طب نادي السؤال عشان انا مش فاهمك فانا مش يعني انا تعبانة ومش بزبطة انا مش انا مغرورة ولا متعالية طيب طيب باقولك على حاجة بصي احنا احسن نتكلم عن الجزئية بتاعة الفيلم العالمي والحاجة دي دي بتزبط يعني فاهماني فاهماني دي حاجة لطيفة بتقولي كلمة سر يعني بتقرب مني بتقولي كلمة سر دي حاجة لطيفة يعني انا بحاول ان انا ايه انصحك دي حاجة لطيفة في ممثلين جات هنا وقالوا ده طلبوا مني قالوا ايه قالوا لي اقولي احنا مش عارف ايه هنشترك فيلم عالمي مش عايز يقول اسمائي يعني انا نشترك فيلم عالمي مع فلان جورج كولوني براد بيت حاجات كده ممثلات يعني الناس استنى الفيلم يقولوو في الاصل جورج يدراعه الكسر رجله براد بيت رجله تلاوت حاجات كده مش هجزب انا بحاول ان احنا نعمل حلقة مختلفة يعني انا بحاول ان انا لألام معك يعني فاهماني يلا. لو مش عايزة خلاص يا غدا. اوكي. تعرف ايه المشكلة? انها تعبانة دي بدن وبصور من الصبح. اه. واما انا كمان تعبانة بس ده ده شغلي يعني فاهماني. الحاجة اللي انا بقول لك دي حاجة المصلحة. انا بحاول الم معك دي حاجة لطيفة. في المعلانة دي مش حاجة صغيرة. بتحاول ايه? بحاول الم معك دي حاجة لطيفة مش حاجة وحشة. بتكتر خيرك. انت فاهماني انا وصلت? طبعا. طيب. تكتر اوه. طيب. نقول بقى نتكلم على موضوع برد بيت ده. سماح. سماح. الكلام ده بيلمع مش بي مش وحش يعني فيلم عالمي. انا بحاول الم معها دي حاجة. طبعا تفوتة. تلمعني اهوة. يعني ايه تلمعني اه مش فاهماني. دي حاجة معروفة في الميدي يعني كلمة تلمع دي حاجة معناها كويسة لنها. ايوة اصولي الم معك. يعني على اساس انت مين هتلمعني على اساس ان الكلام دي يخليك تتحطي في الصفوف الاولى يعني. انا مش عايزة تحطي في الصفوف الاولى. انا عطي جاية هنا هتكلم عن نفسي اه الحقيقية. اه. بس ما عايزة تلمع ولا ولا طلبت من حد يلمعني. اه. ابو هاتو ريكورد اربا يقولي الكلام المكتوب في البداية. يلا فايف. فور. انت اصلا خرجتني برا المودة مش عافو اسجل معي. اه سماح لو سمحت. انا قلتلك من ساعة ممكن تجبيلي دندهيلي مكدي. اطلعي له. اه. احنا تسجيل يعني مش مباشر يعني نقدر نعمل اي حاجة. عشان الوقت بس. طب عشان الوقت يلا. يلا. خلاص. يلا يلا. احنا عادة نستنىك ساعة على بال ما غسلت شعرك. طب احنا فاضل عشر دقيقة. طب قولي لي انت عايزة انا اتكلم في ايه ونتكلم مع بعض فيه. سيبك من الاسئلة سيبك من. انا لا بقول عايزة اتكلم فيه ولا بروح عشان عايزة اقول كلموني في كذا متكلمونيش في كذا. انا احترمت برنامج وناس صحابي كلموني في برنامج وعشان رمضان وعشان الناس وعشان الناس اللي قاعدة يعني ليه تضيقهم وعشان الناس اتفرج علينا. انا انا عايزة لماعك يا خدر. انا باكرت كلمة لماعك بتقول ايه تلمعني مش فاقمين قالك انا عايزة اتلمع. لما ينزل لما احنا نقول في برنامجنا ده اللي الناس بتحبه جدا. ان فيه فيلم عالمي بينك وبين حد مسلا. ده ما يلمعش النجم. وينزل بكرة اخبار في الجراية. احنا ممثلين مالهم يعني مستني واحد علام عشان اتلمع. انا ممثلة جنسيتي ايه. مصري. طب وانا يعني اقعد اتفشخر بواحد امريكاني ليه يعني. مش مهم ممكن الماني بلاش امريكاني. الانتاج المشترك هو دلوقتي البطل في العالم كل. طب ربنا يا رب يكرمنا ونعمل انتاج مشترك في العالم. يعني انا لو البرنامج لو انا جالي مسلا ان انا زيع برنامج في امريكا مسلا اقول له. امريكا كشيك تروح تزيع هناك وتخلص. بخلصكو. مش تخلصنا يعني بقى طالما انت نفسك كده قوي انه تبقى حاجة عليه. امريكا هوليوود امريكا. مش ربنا يديك يا رب. امين يا رب. انت انت بتكرهني يعني متضيق انك بسجل معايا. ابدو الله انا بحبك. انت نجمة كبيرة وكلنا بنحبك الناس دي كلها جاي علشان. بس والله العظيم والله العظيم قصة الفيلم الاجنابي دي بتلمع. طب نشيل السؤال اللي هو الفيلم العلامي دلوقتي والموضوع بتاع تنازلك عالجنسية المصرية ونكمل كلام عن نجاحك في ملاك اسكندرية ونجاحك في مبروك جالك قلق. ايه رأيك? انت قلت ايه اول كلمة? اول كلمة? اول جملة قلتها ايه دلوقتي? انك مش عايزة الجنسية المصرية وعايزة الجنسية الالمانية. عشان الفيلم العلامي. والله عصدي ما يترد عليه. احطني وش عندك يلا جول. بيبة. انت عارف انا ايه لي بيغزني? كلمة نلمع كتاب تقولها دي. والله العظيم ما بيغزني غيرها. لو ما قلت هاش هكمل بنامج واخلص. طيب خلاص مش هقول. طيب انت تحبي في اسئلة معينة. لا ما بحبش اسئلة معينة. بحب اي اسئلة. حاجة انت تقلفيها وانا اسأل اقولها. برضو أقلفها ما هو اهو قاتت يوتك كله غلط. اقلف واجزب وليه وفابريك ولمع. ما تتكلم من انسان طبيعي تسألني اي حاجة عايزت اعرفها اسأل. طيب انت عايزان اسألك في ايه? ده انت لو سألت الناس اللي عايزين اي حاجة عايزين يعرفها هيقولولك. طيب نسأل الناس. نسأل يعني. يالله. يقولي. اي حد يقول يعني. يالله. 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 وحبك قوي بس حس ان انت ما خدش وقتك في التمثيل انك تبقي نجمة كبيرة. يعني كنت حس ان انت ممكن ان تبدأ بقى زدوار صغيرة. ما خدش وقتك. لا لا لا. هل سؤال ده? لا لا لا. هل سؤال ده? لا لا لا. هل انت ناخد فني عشان تقولها ما خدش وقتك وفي وقت هي طبخة? والله هو ده وجهة نظر يعني. بس راحة خليك كالي. تفضل كالي. بس سؤال حد قوي يعني. انا ما سمعتش بقيت سؤالة. تفضل. عايزين اسئلة ترفع النجم وتلمعه مش اسئلة رخمة. لما بيكون الوقت اكبر. لما حتى الواحد بيبقى نجمي بيبقى ياخد وضع يعني. فانا حسنا حدارك بقيت نجم بسرعين. والله ده كرم عند ربنا يعني ممكن فعلا اكون ما تعبتش قوي. بس يعني انا في بداية حياتي ممكن يكون مجد يوقف جانبي. عد عايز تاني يسأل. يلا. يلا. اتفضل تكملي. تكملي يا زدك. يكون مجد يوقف جانبي في البداية. واكيد يعني لو انا بعد كده ما 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 ثبتش نفسي من خلال شغلي واكتهادي. لو السؤال مش عاجبك خلاص مترديش علي. يا عم انا قلتلك السؤال مش عاجبني. سؤال سخيف يعني. ليه سخيف. اه متعتيش ولسه ما بقتيش نجمة. ما ماشي وايه يعني.